يحاول حسين تنظيم مصارفه الشهرية المالية لكن دون جدوى فارتفاع سعر الدولار الأمريكي بشكل مفاجئ وغير مسبوق أمام قيمة الدينار العراقي في غضون أيام قليلة ولدى موجة غلاء للبضاعي والمواد الغذائية في السوق العراقية أستمت راتبي مصارق لأربع خمسة يوم أحسب الراتب ماذا كافيني؟ شون موجة ما كافيني؟ الأسعار سعدت المواد سعدت يعني عندي غير حسابات راتبين فما أعرف السبب يعني مواصلت كل مواد تلك المسألة ولدت أزمة اقتصادية طالت المواطنين والتجار على حد سواء وأنتجت تراجعا ملحوظا في القيمة الشرائية اليومية للعراقيين بلغة الأرقام فإن سعر صرف الدينار العراقي انخفض أمام سعر صرف الدولار الأمريكي بقيمة 15% إلا أن البضاع ارتفعت بنسبة 30% أي أن الدولار إذا استمر بالارتفاع فإن البضاع في الأسواق العراقية ستكون أسعارها الضعف أمام هذا الأمر تقف الحكومة العراقية شبهة عاجزة للخروج من دوامات ارتفاع أسعار صرف الدولار التي تعصف بالاقتصاد العراقي فلم تنجح محاولتها باحتواء هذه الأزمة أو الحد من تداعيتها على أقل تقرير سيستمر الارتفاع حتى وإن كان طفيف سيستمر بالارتفاع ربما إلى حين الأيام القادمة قد يصل إلى التجاوز السبعين وهذا يعود إلى الإجراءات غير الفاعلة التي يتخذها البنك المركزي في مواجهة هذه الأزمة واستذلك تقول الحكومة أنها ملزمة بالمحافظة على استقرار السوق العملة من خلال دعم ثبات سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي إلا أن هذا الأمر لم يطبق على أرض الواقع فما تزال أسعار سعر صرف الدولار في ارتفاع مستمر محمد فاضل الغد بغداد